السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المتتبعين والمتتبعات المشاهدين والمشاهدات أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. آآ فيديو سوف نقش فيه ردود الأفعال ومقوم مع ردود الأفعال آآ اللي آآ أعرفها أو اللي عرفها المغرب آآ من خلال استقبل دياله للخبر ديال التنظيم لكسل العالم الفين وثلاثين برفقة إسبانيا والبرتغال. إذن كما كتعرفوا آآ هذا الخبر استقبله المغرباء بوحد الفرحة كبيرة 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 بزاف. آآ الشي اللي آآ خلف يعني واحد آآ ارتياح آآ على الصعيد آآ الوطني بعد ما كانت يعني آآ الأمور يعني الأمور بمن المال قبل كان تقريبا شي بمحسومة وكان المغرب يعني عار بأنه الميلف الثلاثي دياله هو ميلف آآ قوي. كانت تخص صغير ذاك اللحظة دياله الإعلان وكان آآ كان نتظر اجتماع ديال الفيفا باش يقرر يعني البلاد ولا البلد المنطمة للمنديل الفين وثلاثين ولكن الحمد لله يعني جاهد الخبر يعني كما كنقول بسرعة والمغربة ما يعني ما صدقوش هذا الخبر يعني ماشي ما صدقوش إنما يعني كنت واحد السرعة في الإعلان على هذا الخبر ولكن آآ يعني بما أنه الخبر جاء من المصادر يعني كما كنقوله عن طريق الدوان الملكي يعني صاحب الجلالة يعني جلالة الملك هو اللي زف هذا الخبر للشعب دياله آآ عن طريق الدوان دياله يعني المغربة استقبلوا هذا الخبر بواحد الفرحة كبيرة كبيرة بسف آآ من بعد يعني آآ كما كنقوله الفرحة دياله الكان ديال الفين وخمس وعشرين يلا المغربة يعني كيف فرح فرحان بعد ما صوتت آآ الكان يعني بالإجماع على احتضان مغرب لآآ الكاس إفريقيا الفين وخمس وعشرين جاهد الخبر ويعني كما كنقوله كملت لأندب الفرحة عند المغربة كملت لهم الفرحة بالاحتضان ديالهم المنديل الفين وخمس وعلى سبانيا والبرتغال آآ إذا كما قلت لكما قلت بأن هاد آآ الخبر هادا المغربة فرحوا لي بزاف يعني بجميع التلاوين ديالهم بجميع العطيف ديالهم يعني في الاوسط الشعبية آآ يعني في آآ الموحلينين الرياضيين الصحافة الرياضية آآ في القنوات التلفزيونية في المحطات الإداعية كذلك آآ في الشارع المغربي يعني كانت واحد الفرحة كبيرة وكبيرة بزاف كذلك آآ بعض الأقاليم يعني وشفنا الفرحة في بعض الأقاليم الجنوبية المغربية اللي في الصحراء المغربية بحل العيون والداخلة يعني كانت الفرحة مما جعل انه والناس يخرجوا الشارع ويذكرون بدك الفرحة ديال اللي كان يعني اللي عشناها في المونديال ديال القطر يعني بعد كل نتيجة وبعد كل انتصار كيحقوا المنتخب الوطني كانوا المغاربة كيخرجوا للشوارع وكيعبروا على الفرحة ديالهم بكل كل إنجاز كيقوم به المنتخب الوطني المغربي يعني في المواجهة للمختلف المنتخبات يعني في المونديال قطار كما تعرفوا من هذه اللحظة والمغرب يحققوا هذه الإنجازات في المستوى الرياضي يحققوا كما نقول إنجازات كبيرة وكبيرة بثاف نهايك كما نقول عن إنجازات الدبلوماسية والسياسية في القضية الوطنية رقم واحد على وهي القضية الوحدة الترابية للمملكة المتعلقة بالصحراء المغربية والمواجهة دي المغرب مع الكيان الوهمي ويعني كيان الوهمي دي المنظمة الفصالية دي البوليزاريو المرابطة في تيندوف والمدعومة من جار السوء من الجارة الشرقية الجزائر المتمثلة وبالضبط المتمثلة في النظام النظام العسكري الجزائري يعني كيعادي الوحدة الترابية دي المغرب وهدي خمسين سنة يعني خمسين سنة والنظام الكرغولي الفقرولي كيعادي الوحدة الترابية دي المغرب وجيش يعني كما كنقولو يعني صخر لهذا 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 المهمة والله هاد القضية هذي صخر لها كما كنقولو الغالي والنفيس باشي سعى لتقسيم المغرب ويعني هاد المسألة هذي يعني صبحت يعني اخدات وحد وحد الابعاد يعني متطورة خلال هاد السنين الاخيرة خاصة يعني من بعد من بعد التدخل دي الجيش المغربي يعني في القرغالات وطرد ميليشيات البوليزاريو من المعبار دي القرغالات بعد ما كانوا كيعيتوا فيه فسادا وكيمنعوا يعني القوافيل وكيمنعوا يعني قوافيل دي الشاحنات التجارية من العبور الى موريطانيا اذا ملتمو هي كينا يعني انتصارات هذه الانتصارات سياسية وديبلوماسية المتمتلة يعني في القاضية الوطنية رقم واحد ولا وهي الوحدة الترابية بالنسبة نرجعو نرجعو الانجازات ديال المغرب الرياضية كما قلنا انه المغرب استقبل هاد هاد الخبر ديال تنظيم كاس العالم ومنح الشرف تنظيم ديال فيفا المغرب مع سبانيا والبرتغال واللي جعل لسان ديال جيان انفانتينو انفانتينو كما شاف المغربة وشاف العالم كامل كيفاش انه انفانتينو يعني دار عددك تصرح ديال الشهير وبارك المغرب قال لي هم مبروك للمغرب كذلك بارك لسبانيا باللغة لهم وبرك كذلك البرتغال باللغة البرتغالية هاد 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 الخبر هذا كما قلنا استقبلته كذلك الجالية المغربية المقيمة في العالم كما كنقول مغربة العالم من مختلف الدول اوروبا امريكا يعني في اسيا في كندا في استراليا كل هالجالية يعني فرحات لهذا الخبر الصار من بين ردود الافعال كذلك بعد الشخصيات العالمية وخاصة الشخصيات الفرنسية الشخصيات الفرنسية ماشي القناوات الرسمية كما كتعرفون القناوات الفرنسية هذوك يعني رحنا عارفين التوجه من المعادل المغرب الا القليل ولكن على بعض صريحات شفتانية في اليوتيوب من بعض الشخصيات الفرنسية اللي استحسنوا استقبلوا هذا الخبر هذا بأنه كانت تردود الافعال لهم ايجابية بما ان كما لجعل الليسان لهم ان هذا التنظيم المغرب المون سيعود على المغرب بالنافع وسيحقق افزا اقتصادية مهمة جدا وهذا الذي نتمنى وهذا الذي يسعى لها المغرب اصلا من هذه خمسة المرات يقدم الترجح لها الاحتضان كاس العالم وما كان حال في المرة اللولى في 94 وفي 98 وفي 2006 و 2010 و 2010 و 2000 و في المعار روسيا كذلك وفي المون حرف الحظ هذا يدل لأن المغرب كان ملح يعني والله سبحانه وتعالى يحب العبد الملح المغرب كان ملح لأنه يحتضن كاس العالم لأنه عارف القيمة الاقتصادية والقيمة السياسية وعند وحد الزخم كبير كبير يعود على البلاد بالنفع ويجعل من البلاد وحد بلد يعني كما كنقول مشعور كيعود على الوطن وكيعود على المواطنين بحد قيمة اقتصادية نفعية كبيرة بزاف كذلك كتطور البنية البنية التحسية دياله من طرقات فناط ضيق مطاعيم لوجيستيك ناقل يعني على كذا الملاعيب المراكز ديال الرياضية يعني لجميع الاصعيد اذا كيتطور كتتحقق من وراء هالتنظيم للكاس العالم يعني وحد القفزة اقتصادية او طفرة اقتصادية مهمة جدا هاد شا علاش كنشوف احنا الدول يعني الدول كتتهافت وكتتصابق وكتتنافس بعضيتها باش تحصادن هاد العرس الرياضي العالمي من بين الردود الافعال كذلك في الرياضة في العربية شفنا الصحافة الرياضية ديال تونس والقناوات التونسية كيفاش انهم استقبلوا استقبلوا هاد الخبر يعني بوحد الفرحة وحد ردد افعال ايجابية ولو اعلم البعض كيفاش في بعض القناوات ديالهم بعض المحلين الرياضي ديالهم انهم فرحوا قال لك فرحنا المغرب ولكن اه كنحس بوحد الغصة على تونس بمعنى لو كانت كيتمنى ولو كانت تونسية بلس المغرب اه ولكن كون من بعدك مما كان قول ارهم يعني فرحوا وكل واحد كيعلم بها الله سبحانه وتعالى والقول ويعلم وإلى الله والله اعلم بالنسبة للصحافة المصرية يعني كنعرفوا بأن الصحافة المصرية يعني دائما فيما كيحقق المغرب وحد نتائج ايجابية خاصة الرياضية المصرية كانت تعبر عن فرحة يعني من قطعة الناظر اللي كان كيحقق المغرب النتائج هذا الشي اللي يجعل بأن الصحافة الا كينشي عناصر ولكن الاغلبية دي الصحافة المصرية كلها يعني كتفرح من كما نقول كتفرح من قلبها على الانجازات اللي كحقق هالمغرب كذلك الصحافة السعودية الصحافة الكويت شفنا القاطرية بين المحللين الرياضيين وعلى رأسهم الشوالي هذا المحلل المعلق الرياضي التونسي يعني يعبر وبارك المغرب على هذا الخبر بزاف كما كنقول يعني العديد والكثير من المحللين المعلقين الرياضيين اللي هنقول المغرب وبارك المغرب بهذا الانجاز شفنا كذلك بعض المحللين السياسيين والمعلقين الرياضيين يعني مختلف مختلف الدول العربية والإسلامية كذلك الدول الإفريقية اللي ساند نعرف بأن الدول الإفريقية أصلا رأيها يعني صوتت بالإجماع في التنظيم ديال كاس إفريقيا صوتت بالإجماع المغرب هذا يتدل بأن وبالفرحات عليها كما كنقول أن هايكون الموندية اللي يكون في إفريقيا تحت الظن إفريقيا يعني هاتشي مزيان وهاتشي إيجابي وكما كنقول كيبيين القيمة ديال المغرب وكيبيين المرتبة في النصال في هالمغرب في القضية ديال الرياضة وهاتش يعني كنشوفه بأرقام الموسى وكنشوفه المستوى ديال المنتخبات المغربية يعني في نوصلات في جامع الأنواع شفنا المنتخب الأول ديال كرة القدام النتائج اللي حققها في قطر شفنا المنتخب النسوي كذلك لتأهل لأول مرة وكان هو أول منتخب إسلامي عربي كي تأهل الكاس العالم اللي تقامت في أستراليا ونيوزيلاندا والتأهل للدور تاني كيفاش أنه المغربة كذلك والجماهر الإفريقية والجماهر العربية الإسلامية فرحات تهي لهذا الإنجاز كذلك المنتخب ديال الفوتصال المنتخب ديال الكرة القادمة داخل الصالات النتائج العالمية اللي حققها لا في المواجهات الويدية ولا في المواجهات الرسمية شفنا كيفاش أنه المغرب ستطع أنه يصنع واحد المنتخب اللي كتتضرب ليه ألف حساب من طرف المنتخبات العالمية في كرة القادم داخل الصالات إذن كذلك على مستوى الأندية المغرب يعني يطور المستوى ديال الأندية ويعني يرغغ هذا في الطريق المراكز الرياضية المراكز اللي يعني يقول المغرب يهتم بالمراكز ديال بناء مراكز ديال التدريبات مراكز ديال الرياضية المختلف الرياضي الرياضات إلى آخره ناهيك على الإنجازات يعني اللوجستيكية والطرق والسكاك الحديدية إلى آخره يعني المغرب جاهز مئة في المئة لهذا التدهور العالمية ولكن ولكن الغريب في العمر أن هذا الخبر نزل على الجزائر ونزل على الدولة الكرغولية الدولة الهوكستانية كما كنقولو كما كيسميوها المغربة نزل اليوم كالصائق يالله يالله هم مازال يتألموا في الخبر الخبر ديال احتضان المغرب اللي كان الفين وخمسة وعشرين جاههم خبر آخر اللي هو كاس العالم الفين وثلاثين ما كانش لهم كما كان بلهم ما كانش لهم على البال وهذا شراء يجب النارة ما كان قولو وش من فراغ ما كان نشوفو وكان نشاهد القنوات الرياضية والمعلق والصحافة الرياضية ديالهم كيفاش انهم كيستصغروا وكيحقروا الانجازات اللي كيقوم بها المغرب في جميع الميادين احنا غا ندوي على الشق الرياضي اخلي الشق سياسي الشق السياسي كما كان قولو خليه المواليه الشق سياسي يعني راكم كتعرفو آآ المشكيل ديال النظام العسكري وكي يعادي المغرب في الوحدة الترابية دياله وهذه مدة خمسين عام Vault اعتيش مدة خمسين عام خمسين عام وسخر الغالي والنفيس باش انه يعاكس المغرب في الوحدة الترابية دياله ويسعى للتقسيم المغرب يسعى الى تقسيم المغرب وكيدعم الجبهة الانفيصالية ديال البوليزاريو ومحتاضنها في الأراضي 20 دوف محتاضنها وقد دعمها بالمال والسلاح واللوجيستيك وكان المغرب يعني في المواجهة مشغل ديال الجزائر بوحدث هالك الدعم البوليزاريو مجموعة ديال الدول ليبيا جمال عبد الناصر واحد شي وقت كذلك كوبا بزاف ديال الدول اللي كانت معتارفها جنوب إفريقيا اللي معتارفها بالكيان الوهمي ديال جبهات البوليزاريو كانوا كيدعموهم بشال قدافي بشاوهدوك باقى الجزائر كدعم البوليزاريو والمغرب ما زال مستمر في المواجهة والدفاع في المحافل الدولية على الوحدة الترابية ديالو وما زال كيسخر واحد إمكانيات مهمة بجيحافظ على الوحدة الترابية ديالو المتجسدة بالصحراء المغربية هاد شي كامل هاد المشكل السياسي اللي خلقاته الجزائر المغرب هو اللي يجعل يكن العداء اللي يجعل انه المواطن الجزائريين باسط يكن العداء للمغرب هكا كفابور اي انجاز دور المغرب كيقولك المروك كما كيقولهم المروك اي انجاز كيفما كان ولو انه ما كيقي صواله هو يعادي المغرب يحتقره كيحتاقر وكيستصغر الانجازات اللي كديرها المغرب هاد شي يعني نجاح في النظام العسكري الجزائري لواحد درجة كبيرة وكبيرة بزاف اقولك تقريبا اه تقريبا واحد الشعب كامل انا بدون استثناء انا كنشوف دك شيفوا مواقع التواصل الجماعي رغم انه بتدعم ديال الجزائر الجبهات البوليزاريو والجزائر اللي كاتصرف الملاير الدولارات على هاد الكيان انفصالي الشعب الجزائري مسكين ما لاقيش حتى ابسط مقويمات الحياة الماء اه الدقيق الزيت السميد العدس اللوبيا الحم جميع جميع المتطلبة ديال الحياة يعني اه كيعيش الجزائري كيعيش واحد واحد يعيش الفاقه ويعيش الفقه لاش لانه هاديك الاموال اللي من المفروض انه يخصصها الشعب الجزائري خاصة وان الدولة كما كنقولو الدولة راها دولة غانية دولة بيترول والغاز كيخصصها المرتزحة ديال بوليزاريو وكيدعم وكيخصصها الاتباع والازلام اللي كيدعمو اه انفصال ذاك اللي جبهة ديال بوليزاريو انفصالية اذا كما قلت هذا الخبر هذا استقبله استقبلاته الجزائر يعني بوحد بالصدمة الصدماتهم صدمة كبيرة وما اصدقوش راتهم علاش هذا الشيء حسادا وكرها في كل ما يحققه المغرب من انجازات رياضية وتسياسية وديبلوماسية هاك العداء العداء المغرب من طرف النظام العسكري الجزائري اللي استطاع انه يزرع هذا البغض والحسد والكره في المواطن الجزائريين منذ الصغر يعني من يكون يلا يلا صغر يلا تخل المدراسة يبدوك يربيه على الكره ديال المغرب المروك بعض المدارس الجزائريك يفاش هذوك المعلمين وهذوك الأساسي يزرعوا هذيك الفكر ديال الكره ديال المغرب وكأنه المغرب جي مشي كوكب آخر اذا هذا الشي كان يعني كا استعراض الردود الأفعال ديال الدولية والعربية والاسلامية للخبر الجامل والخبر الصار متعلق بتنظيم المغرب المونديال الفين وثلاثين مع الصبليون والبرتغال نشوفكم ان شاء الله في شي فيديو جديد اذا هذا كان استعراض مختلف ردود الأفعال الخبر متعلق بتنظيم المغرب المونديال الفين وثلاثين مع اسبانيا والبرتغال دعمونا باشتراك ديالكم الناس اللي اول مرة يشوفوا القناة يدعمونا بالاشتراك ديالهم اشتركوا في القناة يفعلوا الزر الجرس باش هكا كل مرة اللي درنا شي فيديو يوصالهم في الإشعارات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة